يعني كل القوم بكوا من حنة الزهراء من أنة الزهراء الله وحده يعلم تلك الأنة كيف خرجت من صدر الزهراء وهناك أنات ما خرجت من فم الزهراء لو كانت خرجت الله يعلم ماذا كان حدث بالكون وخاصة أن الكل يروي والبخار يروي إن الرب ليرضى لرضى فاطمة ويغضب لغضب فاطمة الإمام علي سلام الله عليه لما ألحدها في القبر ماذا قال فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا تلك الأنة لو خرجت من صدر الزهراء الله وحده كان يعلم ماذا جرى بنظام عالم الإمكان والوجود لكن تقول الروايات خطبت وضرب ملاءة ومعها لما من حفدتها بكامل حجابها بأبي هي وأمي وهي الحجاب وهو العفاف بل يقول النبي صلى الله عليه وآله لو كان الحياء شخصا لكان فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه طلعت الزهراء وخطبت وأنبت تلك الأنة فأجهش لها القوم بالمكاء نفس هذه الحادثة أحبائي جرى لزينب لما دخلت إلى الكوفة يوم الثاني عشر من المحرم نقول الروايات معها لما من أطفال الحسين ولما من أطفال الحسن ولما من أبناء آل عقيل صلى الله وسلامه عليهم ولكن الفرق أين حبيبي الفرق أن الزهراء ضربوا لها ملاءة وساتر لكن زينب صاحت لأهل الكوفة ويحكم يا أهل الكوفة أتتفرجون علينا أما تستحون سود الله وجوهكم ثم وقفت تقول الروايات أنت أن زينب صلى الله عليه وشهقت شهقة قبل أن تنطق ماذا تقول الرواية فحبست الأنفاس وسكنت الأجراص تدري ما معنى هذا الكلام؟ يعني الكل إذا كان واحد يريد أن يتكلم أو يرجع النفس حبس نفسه في صدره يريد أن يسمع ماذا تقول زينة أبيها علي على المنبر الأجراص إذا لوت برؤوسها لوت أعناقها يمينا شمالا الجرس يأتي صوت سكنت الأجراص حتى الخيل أصغت آذانها إلى زينة أبيها علي على المنبر ماذا تريد أن تقول؟ فخطبت تلك الخطبة يا أهل الكوفة يا أهل الختل والغدر ويحكم أتبكون إي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن تلحظوها بغسل بعدها أبدا إلى أن تقول صلوات الله وسلام عليها فلا هدأت الرن إلى أن تقول في تلك الخطبة وهل مثلكم إلا كمثل فضة على ملحودة أو كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة إلى آخر كلماتها تقول أتدرون أي دم لرسول الله سفكتم وأي كريمة يعني أنا كريمة النبي أنا زينب له أبرزتم وأي كبد له فريتم إشارة إلى السهم المثلث الذي خرج معه ثلثة كبد الحسين من ظهره إلى أن تقول أفعجبتم أن مطرت السماء دمى ولا عذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون بعد أقول لك كلمة أيضا من المفارقات بين سر أبيها وزين أبيها وبين أم أبيها أن الزهراء عليه السلام يوم أحد طلعت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله ضمضت جراحاته يعني الرواية تقول النبي شج رأسه وكسرت رباعيته يعني بعض الأسنان من مقدمة فم رسول الله صلى الله عليه وآله انكسرت يوم أحد فطلعت الزهراء تضمت جراحات أبيها لماذا يا زينب ما خرجتي لتضمدي جراحات سيد الشهداء وأنت كنت تنادين شقيقي يا حسين شقيق فؤادي يا حسين نور عيني يا حسين ابن أمي يا حسين تقول الحوراء زينب ماذا أضمد من جراحات الحسين هي قالت في ندبتها يوم الحادي عشر بأبي ملا هو جريح فيداوى تقول زينب إذا أنا ضمت الجراحات للحجر لحجر أبي الحطوف عليه لعائن الله الذي كسر جبهة الحسين فماذا أصنع بالكبد الذي خرج ثلثاه مع السهم المثلث وماذا أصنع بالسهم المثلث الذي أخذ بمجامع قلب سيد الشهداء صلوات الله عليه أحبائي التفتوا بالله عليكم الزهراء ترى النبي يضرب على أسنانه يوم أحد وهذه حتى هذه ورثتها الحوراء زينب من الزهراء رأت عصى يزيد تنكت أسنان سيد الشهداء صلوات الله عليه يعني بنو سفيان والأحزاب الأخرى تضرب النبي على أسنانه يوم أحد يكسرون رباعيته وحفيد أبي سفيان يزيد عليه لعائن الله تقول له الحوراء زينب منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخسرتك إلا أن هناك فارقا مهما أيها الموالون الزهراء رأت أباها النبي يضرب على أسنانه ولكن النبي ما زال حيا رأسه على بدنه أما زينب لما رأت يزيد يضرب أسنان سيد الشهداء وثنايا سيد الشهداء كان الحسين في تلك الساعة كان رأسا بلا جسد البدن في كربلا أما الرأس من مجلس إلى مجلس حتى تعلم لماذا تعجبت الملائكة من صبر هذه العقيلة بعد أقول لك كلمة أخرى اسمحوا لي بعد حتى أمرر هذه الكلمة بين سر أبيها وبين زينة أبيها صل على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد أقول طيب أقول بأن أم أبيها صلوات الله وسلامه عليها لما طلعت خلف أمير المؤمنين عادت به إلى المنزل سالما أما سر أبيها عندما طلعت خلف سيد الشهداء سلام الله عليه هل رجعت به إلى الخيام سالما لا والله لذلك أحب أن أختم بهذه الكلمة عن الحوراء زينب هي تلك الدرة المحمدية والوديع العلوية والجوهر الفاطمية وصاحبة الوصية وكل القضية بأبيهي وأمي تلك الأنوار العلوية والأنوار الإلهية المودع في الهياكل البشرية الذين وصفهم الله بأنهم خير الذرية أولئك هم خير البرية محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم سألت ربي عن وصف زينب فقال هي زين أبيها علي سألت محمدا عنها فقال هي خديجة الكبرى سألت علي عنها فقال هي مظهر أمها فاطمة الزهرى سألت الحسن عنها فقال هي الباكي على تقطيع كبدي وفؤادي سألت الحسين عنها فقال هي شريكتي وأخص نوابي سألت عنها السماوات العلا أتعرفين زينب؟ قالت بلى زينب أشد علوا وارتفاعا سألت عنها السجاد فقال هي العلمة أو العالمة غير معلمة والفهم الغير مفهمة سألت عنها الأراضين السفلة أتعرفين زينب؟ قالت نعم زينب أشد صلابة سألت عنها الجبال الشامخات أيها الجبال هل أتاكي نبأ زينب؟ هل تعرفين شيئا عن زينب؟ قالت نعم زينب أشد ارتفاعا وشموخا سألت عنها البحار أيها البحار أتعرفين زينب؟ أيها الأمواج أتعرفين زينب؟ فأجابتني نعم أعرفها هي أشد عنفوانا وثورة سألت عنها الشموس الصاطعات أتعرفين زينب قالت نعم زينب أبهر ضوءا سألت عنها الأقمار والكواكب والأفلاك أتعرفين زينب قالت وكيف لا أعرفها وهي أشد مني نورا سألت عنها كربلا أتعرفين زينب قالت نعم هي الصابر المحتسبة سألت عنها الكوفة قالت لي الكوفة هي الخطيبة البارعة سألت عنها الشام قالت هي التي وقفت فضحت الفراعنة والحبل في عنقها إلى عنق زين العابدين سلام الله عليه وقفت أمام ذاك الطاغي وقالت كد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمح ذكرنا ولن تميت وحينا وهل رأيك إلا فنت كما قلنا وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين فأي زينب وماذا أقول عن زينب وعن سر زينب ومقام زينب وعن عظمات زينب وجلال زينب الشيخ التستري رحمة الله عليه يقول بأن زينب عاشت 56 عاما ولكن هناك خمس دقائق من حياة زينب يوم العاشر كانت تعدل خمسين سنة تقول الروايات طلعت زينب من الخيمة بتمام حجابها ولم تشف في تلك الساعة يقولون طلعت من الخيمة التي بين الخيمة ومذبح سير الشهداء والمقتل خمس دقائق مشي بين الخيمة والمقتل ولكن هذه الخمس دقائق كلفت الحوراء زينب خمسين عاما أتدرون لماذا؟ لأنها طلعت من الخيمة كالجبل الشامخ وصلت إلى مذبح ومقتل الحسين وقد احدودب ظهرها وشاب شعرها صلوات الله وسلامه عليها ماذا أقول عن زينب وعن مقامات زينب وذكرت لكم أن مريم وهنا موضع الشاهد أنا أخرتها إلى آخر البحث أن المفارقة بين مريم وعيسى وبين زينب أن مريم ابتليت بسمعتها ماذا قالت بصريح القرآن؟ يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسية أما زينب هل ابتليت فقط بسمعتها أنها خارجية وابنة الخارجي وأخت الخارجي أنها خرجت عن الدين والإسلام ليس هذا فقط حبيبي وإنما الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها ابتليت بسمعتها ابتليت بالقتل ابتليت بالعطش ابتليت بالغربة ابتليت بالجوع هل قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسية رأت الحسين جثة بلا راس رأت الجراحات غطت جسد الحسين رأت الحجارة غطت جسد الحسين كشفت الحجارة قالت أأنت ابن أمي أأنت ابن أمي أأنت الحسين رفعت طرفها هل قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسية هذه ابنة أمير المؤمنين هذه وريثة الزهراء هذه حفيدة المصطفى هذه الجوهر العلوية قالت اللهم تقبل منا هذا القربان اللهم تقبل منا هذا الفداء ثم قالت كلمة اللهم خذ حتى ترضى لا معبود سواك يا غياث المستغيفين أي زينب وأي مقام لزينب وأي شرف لزينب حتى تعلم حبيبي أن كل جهود الأنبياء هذه النقطة أرجوك لتفت إليها كل إعلام الأنبياء كل رسالات الأنبياء اطلخص بقاؤها وعلت حفظها يوم العاشر من المحرم والذي بلغ معالم رسالات الأنبياء واللي حفظ الثورة والنهضة الحسينية التي تحمل تمام معالم الأنبياء هي مولاتك الحوراء زينب وهذا معنى قول سيد الشهداء شاء الله يعني علم الله أن بقاء الدين بدمي وبسبي أخت الحوراء زينب صلوات الله وسلام عليها وفي الختام أقول السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى زينب أخت الحسين اللهم وفقنا لنعرف مقامات زينب ولنبكي على زينب ولنندب على زينب لأن النبي صلى الله عليه وآله أخبر وقال من بكى على مصائب هذه كانك من بكى على مصائب الحسين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته وخيره ودعاءه يا أيها العزيز يا أبا صالح يا عزيز الزهراء يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئناك ببضاعة مزجات سيدي كلمات عنكم كلمات عن مصائبكم فتقبل منا وأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزل متصدقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر